بسرعة المستشفى الجهو بالقصرين ومن ثم ملاء مستشفى لحبيب بورقيبة بصفاقس سوفيان البرح عودة للعمل الارهابي خاليا نيمة حاولنا اليوم حكينا مع سوفيان الزعق جناتق رسم باسم وزارة الداخلية وقال انه دورية هذية تم معناها حاولوا الاعتداع على الدورية هذية من حسن الحظ المتصاوبوش الامنيين لكن زيدا اتمنى شفاء العاجل المواطن اللي اصيب وقال انه شبهة الارهاب هي الى الطاغية في العملية الارهابية كما راجح زيدا امكانية انه يكون الهجوم هذية من طرف مهربين هو قل هذية يمكن هو ادرى لكن معناها هما اطلقوا النار على دورية امنية وكانوا في موقع هجومي اكثر منه من فوق دفاعي وجرحوا مواطن في الخد بتاعه عديدته كالتوسة قريب لقلتته ام وتلقى في الصحافات ام ولكن غريبة معناها خلوا في وقت ام قريب يسر من بعد هذه التصريحات والجهزة والمجلس الاومي تساؤلات عديدة كذلك على الوضع الامني بمدينة القاسلين والتجهيزات الامنيين وثم يقولوا معناها الكلاشيكورون تحطينهم في محولهم بتاع جزائرات وثم تسمعت يشل حكايات كهكا الحق ما مانشي ثابتة لكن اغلب المعطايات تقولوا انهم من هيحوسوا الهبيين في دراف جانالية في حي الهبيين موجودين في جبال اوكي لونك ثم خلاني النايمة موجودة في بعض المدن ويطلح تساؤل كبير حول المعالجة الامنية للجهزين وخاصة في الفترة الجاية من المنتظر كذلك وانه الالهابيين يعودوا ويدخلوا على الخطهم وعمرهم مغادر ولكن موجودين وعننا شهر ملكم اللي قامت عمالية الالهابية وشلح لبيب بورقيبة وهذو ما مدواعش حسب المعطايات اللي موجودة وينتميوا معناها الى فاصيل اللي مسمى الى حدرشنو أنتو كعمل ولال داعش الكل هم يحاولوا وانهم يخادعوا بالتسميات وغيره لكن الأكيد تساؤلات كبيرة حول كذلك الوضع الامني في القسرين وعلى أقل على مستوى المدينة وحواذها معناها إجراءات وبروتوكولات أمنية وعسكرية كبيرة من أجل ملاحقتها هؤلاء زي لتنعى العمل الاشتخبالات اللي يقوم به الحرس الوطني وفي نفس الوقت معناها الناس يقولوا وانه كلما ذاق الحال على مستوى السياسة خرجوا الارهابيين ليدلوا بصوتهم الارهابي بالدماء موقعين بالدماء وموقعين بالدماء هذه أشكالية الحق كبرى وتساؤلات كبيرة ومدام مجلس الأمن القومي الآن خطرناش ما عفوش شنية سلحياته متاعه سلحياته مهمة جداً مدام مستوى الأمن القومي تناول قضايا وتهم الإرهاب والمستجدات مدامين كذلك حسب في هذه المسائل وعلى مستوى بعض المدن بالذات سوفين فمبرشا مواطنيين اللي ممكن كما أنت قلت وقلت لما يعرفوش الفاعلية وإلا الدورة متاع المجلس الأمن القومي لهنا فمبرشا ممكن اللي يفقدوا ثيقة في الدولة دو تلفصون ولا حط يقول لك هاي ومبعد هاو صار مجلس القومي ومبعد معناه تنجم تمشي لحكاية هكاكا وتتعدى وكاين وحد شي ما صار هو الحق منص الأمن القومي لما ظهر في فترة ما معندوش يسل وتأسس قبل عمله بن علي عام تسعين وهو هيئة تنسية تابعة لقاست الجمهورية لكن فيما بعد يعني في عام 2017 وعلى تنظيم المدس بمقتضاء الأمر الحكومي عدد سبعين مؤالك في 19 جنفي 2017 ويقول المهام يتداول المدس حول مسائل التي تأخذ السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي للسراتيجية الوطنية في المجالات المتعلقة بالأمن القومي للسراتيجية الوطنية في مجالات 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 المتعلقة بالأمن القومي أموال والدراسات والتوصيات المقتلحات الصادر عن الاجئة المنصوص عليها وتقييم التحديات الداخلية والخارجية والتدابير التعامل مع التهديدات ولو كانت متوقعة الحصول هنا ندخل فيه إجراءات عملية توجيه السياسة الخارجية وفق أولويات الأمن القومي وينظر في كافة المسائل التي يعرض عليها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وهو يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على القر وكلما اقترضت الضرورة كذلك تركيبته معناها اللي فيه رئيس الجمهورية رئيس الحكومة رئيس ملس النواب وزير العدد وزير الدفاع وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية بكل صراحة مثل الأمن القومي عنده صلاحيات كبرى للتدخل وعنده صلاحيات للتوقي تقييم التحديات الداخلية والخارجية والتدابير التعامل مع تهديداته ولو كانت متوقعة الحصول والأميرال عكروت اللي هو طوى في لئيس الجمهورية وكان معناها في فترة ما في قيادة الجيش والاستخبارات في تونس هو نفسه مكلف بالستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وبالعمل مع الوزارات وعنده أربع نقاط وأربع محاولة أساسية وبالتالي كل ما هو سراتيجية متعلقة بالأمن القومي والخيارات الاستراتيجية في مجالات الاستعمالات العلمات وكذلك تدابير التعامل مع التهديدات ولو كانت متوقعة الحصول من صلاحيات الأمن القومي اللي عنده صلاحية كبرى وعنده كذلك جهاز التنفيذي بتاع الدولة باعتبار عنده العدل وعنده الداخلية وعنده كذلك الوزراء الدفاع كما قلنا في التركيبة أمتاعه والداخلية والعدل ووزير شؤون الخارجية ووزير المالية باعتباره تم أموال وعنده كذلك سناديق عادة مكشوش عليها بشكل كبير لأنه ما كتعرفت عندك رئيس الجمهورية ووزراء الداخلية ووزراء العدل ووزراء الخارجية عندهم سناديق يتصرفوا فيها ما حكوهاش حتى في الميزانية ويقع الكنترول بتاعها أبوستريولي من بعد يسميها البعض سناديق سوداء للتدخلات وغيره وبالتالي يسمى صلاحيات في مثل الأمن القومي لو مش ما سماش ومسل الأمن القومي التونسي قل لك موجود من عام 90 عام لوقتها العيس بن علي لمكان العيس الجمهورية التونسية ثم الباجي قايت السبتي معناها هو لعود أخيه وفي 19 جنبري 2017 وعمل معناها الأمر الحكومي المتعلق بمسل الأمن القومي وجبد العيس الجمهورية بالح وقال مسل الأمن القومي لو عنده صلاحيات كي تقرأ نص صلاحيات تلقى ثم إمكانية التدخل التنسيق وغيره ومعناها الحكومة تنجم تقول هي أدتا في ذي مسل الأمن القومي يعني مسل الأمن القومي كما في أمريكا سنة الأمن القومي سنة الأمن القومي مثل القاهم عنده صلاحة كبرى فقصية فقوزات الدفاع فقوزات خارجية فقوزات الداخلية لأنه عنهم ذا دروسات الداخلية ويحدث استراتيجيات ويتعامل مع مستجدات ويتخذ إجراءات البطاقات القضائية بينسيق لأعمالها وزير العدل باعتباره وغيره في مسل الأمن القومي وكذلك وزارة الداخلية تقوم بالأعمال المخاولة وزارة الداخلية أنتلاقا من صلاحيات كذلك وزير الداخلية نمشو الفوكوس الثاني في سيدي بوزيد مكنة فرقة الأبحاث العدلية من منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تكيك شبك مختصة في تدليس التراخص الديوانية والاحتفاظ بخمسة أشخاص منهم عنصر سلفي مصنف لدى الإدارة العامة لحرس الوطني مباشرة للقضائية العدلية بعد استشارة نياب عمومية موضوحها ماسك واستعمال مدلس المشاركة فيه وفق تصريح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العقيد حسين مديني جبابلي أكيد جدا هناك العادة ترخيص ديوانية ومعناها في منطقة سيدي بوزيد اللي هي عندها كذلك كان فتاح على مناطق حدودية ومتاخمة لولايات حدودية ومناطق عبور زادة متاع مواد مهاربة وغير لكن هنا نقاو كذلك عنصر السلفي معرفين الإلهبيين يحاولوا يستعملوا الإلهاب والتهريب مش كان الكلمات قريبا بعضها إلهاب والتهريب سبق كذلك معناها علاقة عضوية بين الإلهاب والتهريب والإلهبيين يحاولوا يخلقوا سوق موازية من أجل وأنه تكون عندهم البناة التحتية وتكون عندهم السند المادي واللوجيستي وغيره ونعفو هذا يقع في عديد البلدان كما الباكستان كما إيطاليا كما غيره يعني بلدان ديمقراطية متقدمة ولا بلدان معناها يقولوا سائرة في طريق النمو لكن معروفة أفغانستان وباكستان وغيره ونعفو التهريب مثل أمريكان نفسهم في أفغانستان حطوا الناس بشعودوا يزرعوا الخشخاش لحكاية هذه لأنه يدخلوا بها للسوق العالمي ويمشي من على تاريخ ويمشي لأمريكا ويمشي بلدان أخرى لأن الحق هنا أختام من طرف وزارة تلخيص ديوانية تدليس تلخيص ديوانية لأنه الحق رأي إجراءات تأخذوها هذه النهالين فيما خص الدوانة اليوم والبالح والبالح من رغم أنه والله كان العملية بكلها يبدلوا حتى الأختام يعملوا نوع مش حبل سري لكن تابع سري حاجات كما هكا لأنه باهي يوقفوا واحد ويجيب له ويجيب له فاتورة وغيرو معناها مش بالضرورة يكون يعرفها الكل لكن ثم حرف ديواني لكن تهريب مش كان من اختصاص الأمن الديواني يعني الأمن نونجنرال يقاوم التهريب وهنا الحق ثم أشكالية كبيرة وخاصة التفاعل تمول بالتهريب الإرهاب وكذلك في التهريب الدخل الأسرح يعني يهرب حليب يهرب دواي يهرب مواد هكري يهرب ضدك لاشنكوف وقطاع أخرى ونذكر وقت صحفيين اخذوا ترخيص من وزارة الداخلية أنا ذاك من جهة المغرب باش قالوا باش يمشيون شري وسلاح وشري وسلاح معنا يخام اخذوا ترخيص باش بين وانه بسما امكانية وانه تستخدم حتى مهاربين مش من عند إرهابيين لكن ماكتعرف هي كما لبوبيروش في بعضها ماذا بوارد بوندور يخل منها كل شي وتحل معناها عروسة هكا تفكك تلقى عروسة أخر تلقى عروسة تلقى عروسة تحتها لونك الحق هنا مذا بنا ضرب بأيدي حديدية مرة أخرى وكذلك باتخاذ إجراءات جديدة في المراقبة خاصة وأن الإرهاب يتغذى من هذا وخاصة وأن الإرهاب قد ما تقدموا عليه قد ما هو يحاول بشكون ضربته كبيرة وبالتالي نجم نقوله نطبله نسل لكن نقوله نستبعد عمليات إرهابية والعمليات الإرهابية هم عندهم الملاذي الأمن والسانكتوير والملاذي الأمن يطلب كذلك مدد اللوجستي النقص المسجل في صنف مدواء المضاد لتخفر الدم سانتروم اللي يستعملوا مرضى القلب في تونس وفقدانه من جل الصيدريات ومستشفى العومية منذ نحو أسبوعين حالة من التخوف في صوف المرضى والأطباء على حد سوال ما ينجر عن الانقطاع ولو لأيام معدودة عن تناول الصنف هذا مدواء من مخاطر على صحة المريض توصل حتى الموت وحضر أستاذة مرضى القلب بالمستشفى العسكري الجراح ذكر الهيدب في تصريح لوكاته من المخاطر فقدين نوع هذا مدواء المضاد تخفر الدم واللي يتم وصف لمرضى القلب ودعى السلطة المعنية إلى تصريح بإيجاد حل يمكن من توفير الكميات المطلوبة مدواء هذية سوفيان ووضح الأستاذ الهيدب أنه استعمال دواء هذية الذي لا يتجاوز الثمن متاعه ألفين فرنك ضروري لا يستغني عنه مرضى القلب اللي يخضعوا اللي يزرع صمم سوفيان بالحق مشكل كبير الدواء في تونس خاصة في ك وضعيات حسسة برشا أنه مرضى القلب اللي طلب منهم الدواء بالرغم ما هو شغالي معناها دينارين ما هو ش موجود لا في الصيدليين دي ما شغالي هو أقالك معناها النوع من الدواء هذا يستعملوه وقت معناها وضع صمم القلب الصناعي ولا حدوث الزلطة قلبية اللي يعانونها من عدم انتظام دقات القلب عن الراريتمي كارتياك والتاكي كاردي أو غيره اللي هي معناها حاجة تصيل تقريبا حتى الناس لا يوجدون مرضى القلب يعني يجري ولا يعمل انفور ولا غير النجمة دي هذية لا يعدل زيادة ينظم دقات القلب هي ينظم هني قط التاكي كاردي هذي النجمة يجري يجري ولا غيره ولا تقلل هي حاجة أخرى قريبة منها لذا ليس غالي هو لكن هو يقول لك المشكل معناها الستراتيجيين اللي عشوا فيها في قطاعات كبير صح اليوم نسمع في نواب الشعب الصباح يحكي معوزيلة التنمية ونشوف الإجابة متاعه ومعناها هذيين هاو 98 ألف عائل عملنا هكا 56 ألف عملنا هكا الخطاب المناقلي يجعلنا أحيانا نغذوا طرف هكا في دوائم كما تتعو الدوائم تقول لنغصة الغصة يعني العباد يفقدون مزاج متاح 500 ينجم يقع إيبو ولا إيبير معناها فيها هؤل مش موجود الدوائم ويجعلنا إليك موجود وناس رجل ونساء قاعدين يعاني ومسألة كذلك يعني مثلا مش في الغلاه الدوائم المسألة في النجاعة متاعه وهذا مسألة تتوسل قلب وطالف يترواز الغان النوبل دون الكور المخ وقلب الكلاوي ذم الثلاثة أساسي ومعراض لكل أخر تمشي وتضرب هذوك السكر وغيره إذا كان ما تدووش بالإقدار يعني يموت الإنسان وقت اللي يقف قلب يدخل كما وقت يقع مخصغ الغال الكلاوي يتأدي إلى إيقاف القلب والمشاكل في الدم وغيره بكل صراحة هذا نتج على العقلية السك تربح اللي عند المسؤولين بتاعنا وعقلية المنقبية بتاع لا وهو عنا وكل شي هوا أصناف من الدواء معناها اللي يستعملوها الناس مفقود طوى من الصيدليات ومستسويات أغلبها فهمني منذ أكثر من أسبوعين وقت اللي ثم عشرت لالاف بالناس معناها مهددين من هذا ماذا بينا وأنه الحكومة تدخل وهذا حتى كان تجيب وانتي ترطون الساعة بلاد معروفة في إنتاج الدواء أحنا والأردن وعننا معناها تقدم كبير هيا سيدي في حالات كما هذه على أقل نقص الخطر على أقل تضمن ديستوك بالنسبة الأشر فانتظار وتشوف المنظومة اللي فيها سما تهريب سما رشوة سما فساد سما غير وخاصة فساد يمسس بشكل كبير في تونس لك بكل صراحة مرة أخرى يبين وأنه بين الخطاب تصيروا أريتمي كالدياك لطفة تصيروا مصيبة نعم نقدره لا يمكن لو أن الناس يموتوا من قلب توقفوا الستانت وهذا يضعوه وقت يعمل الستانت معنى الناس لا يعلم سكتة قلبية يعني نس كل تولي تتواصل مع إرلاعات قبل ويعمل الستانت وسهل متقدمة في الأولب وحاجتك ما هكذا سالت المشكل بتوصل في الدوال المسائل في الدوال التي يقع منها أريتمية ولا تاكي كالدي وحاجتك هكذا مرة أخرى هذا عنوان فشل إن شاء الله وزير الصحة اللي تم تعينه مؤخرا سوفيان يقوم بدوره في ذل الوضع هذا العديد المرضى في الوضعية هذه بالحق وضعية أنه حيوي لمرضى ملوغوز موزودين بكثرة في بي هذا يطلب تنتخنونه يعني يتضح وشوف المالية حاضر وشوف ما هي التجارات التي تتخذها يعني المواطن الذي يرى إنسان من عائلته أو يصير أو يصير أو يقاش ذلك لا تطلب من أنه يفرح بيك أو يعتبر من الكبار و قتلك الخطاب الذي يقوم يزياد على ذلك في واب الشعب يمو الصباح نشمع فيه يعني الخطاب يمو يعني ثم يجب تحيلي شوية زبلة تقول لك عملت ما نسالك هذه شارعة جديدة تشوف فيها حفرة التواقع الدلماهية وتشوف مشاكل فيها في حفرة الكياسات وقالوا بسيطرة تطبيعها حتى الترقيق لا يوجد فهو يوجد تحويلها ويجب أن يأخذ الحفرة ولا يجب أن يقوم بها ويقوم بها ويجب أن يقوم بها كمساً سيُترى وحفرية الآن لم يموثي على دليل من الحفرات ومن نحور السبب وكنت ما سألتها وأن تخلو لجوالج للمناطق العزلة إذا لم أرغب علينا سبيل عجلة اذن مليون والكلمة يالتها تذرب من حفوله وغيره سمى مشكلية الخطاب هذية اللي تنسوا به ونشوف أنا معناها الوزير يحكي للمشباح يقولهم بدا وشوفهم ما كنتم تنتصروا 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 بالمواطين يا هل انتصروا بالمواطين واللي تمسوا تسبحسوا صبوا مثل فرحان اليوم مالعليش يعني المواطين يكذبوا وبختوه في كل القطاعات هاو حاجة بدوها بالفين فرنكو ربي يقدر الخير خلنا مشهوروا لقاية العين ومراتها في العين ومرات بش نجيو على الكاتب العام